وبمناسبة احتفال العالم باليوم الديمقراطي العالمي للديمقراطية أكد مجلس الشورى أن مسيرة الإصلاح والديمقراطية التي دشنها حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدة حققت إنجازات فعلية وحقيقية حفظت البحرين ودفعت نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تعد برهانا على إيمان القيادة الحكيمة بالديمقراطية نهجا ومسلكا وطريقة كما عبر المجلس عن الفخر والاعتزاز لاختيار الأمم المتحدة شعارها بعنوان الديمقراطية وخطة التنمية مشيرا إلى أن مملكة البحرين في طالعة الدول التي انتهجت الديمقراطية والتي وضعت خطة وطنية للتنمية دشنها صاحب السمو الملكي ولي العهد بالرؤية الاقتصادية 2030 فليس خافيا نجاح المملكة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك توفير العمل اللائق للجميع والقضاء على الفقر ويعود الفضل في ذلك للمشروع الإصلاحي الشامل لعهل البلاد المفدة وللسياسات التي تنفذها الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حيث أثمر ذلك عن إرساء شبكة متكاملة من الضمان والحماية الاجتماعية ومنظومة تشريعية متطورة كما أشار المجلس إلى ما قامت به مملكة البحرين من خلال ترأسها لأعمال الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في إبريل 2016 بوضع خطة عمل عربية طموحة لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 تقوم على تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص سعيا إلى بلوغ مرحلة جديدة تشهد المزيد من السلام والأمن والاستقرار لكافة الشعوب العربية